نكمل مع حضراتكم من مباراة انجلترا وإيران ساوس جيد الموديل الفني للمنتخب الانجليزي بعد المباراة قال شوية تصريحات مهمة كلم كتير قال أنه أنا دايقت شوية من نهاية المباراة كنت عايز المباراة تخلص أسرع من كده وقال أن الشوت الأول كان صعب مع الكثير من التوقعات لكن كنا تهديدا حقيقيا طوال المباراة للمنتخب الإيراني وقال أن احنا عملنا ضغط كبير جدا على المنتخب الإيران عشان كده حقنا النتيجة دي تحدث عن تحركات المنتخب الانجليزي وقال أن حركاتنا كيادة جيدة جدا وقال أنها لازم أبقى سعيد جدا بالأداء لكن ما كانش المفروض نستقبل هدفين في هذه المرحلة من المباراة وعلينا أن نلعب أفضل ضد الولايات المتحدة الأمريكية وقال أنها بداية رائعة لكن عايزين اللي جاي يكون أفضل من كده قال كمان في ختام حديثه أن أنا عجبني جدا هدف جاك جريلش بعد تمرير ويلسون وقال أنه كان ممكن يطلع أناني لكن مرر الكرة ليه جاك جريلش عشان يسجل هو الهدف الأخير في هذه المباراة بحب أن المدربين اللي هم ييجي يقولك أنه أنا كنت كويس والناس كلها شايفاني كويس بس مكنتش ممفوض يخش فيها هدفين سبحان الله أنا ليس كنت أقولك كلمتين دول دولوقتي أنه إنجلتراس عكس بتستة النهاردة بس الهدفين يدوا جرس انزار كبير جدا لخطة فعا المنتخب الإنجليزي في مبارات أقوى في الفترة اللي جاية